بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطحرهم تطهيرا نحن إلى الآن في المقدمة التي وضعناها قبل الدخول في بحث الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لأهمية هذه المقدمة وقد أخذت منا حلقتين المقدمة هي عبارة عن بيان سنة إلهية ثابتة لا تبديل فيها ولا تحويل أن الأرض لا تخلو من وجود الحجة سواء كان نبيا أو وصيا سواء كان ظاهرا أو غائبا لكي لا يكون للناس على الله جل وعلا حجة هذه الحقيقة القرآنية هذه السنة الإلهية الثابتة الباقية الدائمة المستمرة بيّنها القرآن الكريم عبر مجموعة كبيرة عبرنا عنها بمنظومة آيات قرآنية بعبائر متعددة وآيات كثيرة في سور متعددة بيّننا بعض خيوط هذه السبكة طبعا وهذا بحث له وقته ومجاده إن شاء الله تعالى في وقت آخر لكن فقط إشارة سريعة إلى هذا البحث بيّننا بعض خيوط هذه الحقيقة الإلهية أنه لكل أرض خليفة في الحلقتين الماضيتين أنه لكل أناس إمام أنه لكل قوم هاد أنه لكل أمة شاهد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد شاهد أنه بعبائر أخرى قرآنية أخرى مثلا حلوني الآن أكتفي بآيتين فقط لإثبات هذه الحقيقة ومن ثم أنتقل مباشرة إلى موضوع الإمام المهدي عبد جلالله تعالى فرجه الشريف مثلا من الآيات التي تثبت هذه الحقيقة آيات سورة القدر تثبت هذه الحقيقة كيف آيات سورة القدر الآن أثبت لكم دعونا في البداية نتلو سورة القدر على مسامعكم الكريمة ورددوها معي وإن شاء الله الكل يحفظون هذه السؤال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها كل سنة أكو ليلة قدر في شهر رمضان ما دام أكو ليلة قدر فهناك من تنزل عليه الملائكة والروح طبعا الروح أو البيت قالوا خلق أعظم من الملائكة ما دام أكو ليلة قدر في كل عام في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح بكل أمر على شخص ما مجعول من قبل الله تبارك وتعالى ليكون حجة على الناس إذن سورة القدر وآيات القدر في غير سورة القدر التي بيّنت أن الملائكة والروح ينزلها الله على من يشاء من عباده في سورة أخرى تثبت أنه لابد من وجود الحجة المجعول من قبل الله النذير الشاهد الخليفة الهادي الإمام إلى آخره من عبائر قرآنية لابد من وجوده لكي تنزل عليه الملائكة والروح وإلا كيف ينزلون عليه طبعا لعل قائلا يقول هذا ادعاء النبوة لأئمتكم باعتبار الملائكة تنزل على المهدي ومن قال أن الملائكة حينما تنزل على شخص ما فمعنى ذلك أن هذا الشخص نبي من قال هذه المعلومة؟ هذه معلومة خاطئة الملائكة نزلت على مريم وكلمت مريم مع أنه مريم ليست نبيا لا الشيعة يقولون مريم نبي ولا السنة يقولون مريم نبي مع أن الملائكة تكلمتها إن الله طهرك واصطفاك وطهرك اقرأوا سورة مريم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت قال جبرائيل الملك كلم مريم هو مريم نبي لما يكلم جبرائيل ما أفهم يعني من يقول ذلك؟ يعني إذا الملائكة كلموا إنسان بالضرورة يكون نبيا لا إماما أو حجة لا هو نبي لا هو إمام حجة بصورة عامة كمريم كالخضر كالزهراء عليه السلام سيدة مريم وسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين كما قال صلى الله عليه وآله في صحيح البخاري مو من جيبي في صحيح البخاري رسول الله في باب فضائل الزهراء فاطمة بنت النبي رسول الله يقول فاطمة سيدة نساء أهل الجنة في صحيح البخاري فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ومريم من أهل الجنة وخديجة من أهل الجنة وآسيا من أهل الجنة وأم موسى اللي أيضا الله أوحى لها مع أنها ليست نبيا ما كن بإمرأة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا أخفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعدوه من المرسلين الله في القرآن يقول أوحينا إلى الحواريين الحواريون لا أنبياء ولا إمة الله أوحى لهم في القرآن لما نقول تنزل الملائكة والروح في ليلة القدر على الحجة المجعول من قبل الله تبارك وتعالى اللي لا تخلو منه أرض اللي لا يخلو منه قاوم أناس أمة وكل هذه تعابير قرآنية جئنا بآياتها في الحلقتين الماضيتين مو معنى أن يكون هذا الشخص نبي لا إماما تنزل عليه الملائكة وأصلا توحي له لكن مو وحي نبوة أكو وحي نبوة مختص بالأنبياء أكو وحي إماما ماذا ربط بوحي النبوة مو مسألة يتلو عليه آيات قرآن القرآن كمل في زمن النبي صلى الله عليه وآله لكن أكو وحي إماما أكو وحي إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أكو وحي لمريم أكو وحي للحواريين في القرآن أكو نوع من أنواع الوحي للناحل وأوحى ربك إلى النحل الوحي الفطر الغريز الإلهامي ما شيء فعبر وأن الإشكال في الموضوع وكل هذه حقائق قرآنية جيد إذن سورة القدر وآيات ليلة القدر في القرآن مرثوثة في القرآن الكريم أيضا تدل على لابدية وجود الحج الذي تنزل عليه الملائكة لا تنزل على كل شخص على كل أحد لا تنزل إلا عباد مصطفين لله تعالى خاصين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم سواء كان أنبياء أو أئمة اصطفاهم الله جل وعلا أو عباد خاصين من طراز الخاص لا أنبياء لا أئمة كالخضر مثلا الله اصطفاه جل وعلا مع أنه ما ثابت لا نبوت لا إمات لكنه مصطفى مشتبه من قبل الله تعالى كمريم كأم موسى الزهراء على رأس القائمة صلوات الله وسلامه عليها جيد هناك آيات أخرى فيها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة شفوه شون لكل أناس إمام شون إنما أنت منذر ولكل قوم هاد شون فإذا جئنا من كل أمة بشهيد لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة شرعة نبوة منهاجة إمامة يعني المنهاج ما يخطه الأوصياء من بعد الأنبياء تبعا لشريعة الأنبياء كذا عرف المنهاج لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة الشرعة من خلال النبي والمنهاج من خلال الإمام يكمل ما وصل إليه النبي لكل شرعة لو منهاج لو نبو ولو إمامة يعني الأرض لا تخلو لها من حجوة وهكذا آيات أخرى كثيرة لها وقتها ومجالها وأعدكم أن هذا البحث أطرحه بصورة مفصلة في مجال خاص عبر أكثر من عشرين حلقة وأكثر هذا البحث يجب أن يطرح له وقته إن شاء الله تعالى قضية الإمام المهدي عليه السلام إذا أخذناها من هذه الناحية إذا لابد من وجوده كسنة إلهية ثابتة باقية مستمرة لابد من وجود الحج المجعول من قبل الله وقد اتفقنا نحن وغيرنا كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى ضمن ثقافتنا الإسلامية وحتى ثقافتنا الشرائعية كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى أن الإمام المهدي ثابت في الشرائع السابقة وثابت في ديننا الإسلامي من كتب الشيعة والسنة وهذا ما سيتضح الآن وأيضا قضية الإمام المهدي عليه السلام ثابتة عالميا يا أحبابي كما بينت الآن يعني مو فقط دينيا شرائعيا من خلال آل البيت من خلال القرآن الكريم لا ثابتة حتى عالميا وهنا هناك كلمة قيمة لسيد طباطباء صاحب الميزان سيد محمد حسين قيمة أقول أود أن أقراها بنصها تثبت أن فكرة الإمام المهدي عليه السلام وإن اختلف في كأساس فكرة ثابتة وإن اختلف في مصادقها هذا يقول عيسى هذا يقول كذا هذا يقول هكذا يقول علامة طباطباء في هذا المجل أنها ثابتة قرآنيا كسنة إلهية ثابتة حتى عالميا حتى لغير المسلمين بل حتى لغير المتدينين يعتقدون بمصلح ما يصلح الأرض ومن عليها خصوصا وأن الأرض وصلت الآن إلى حالة مزرية مؤلمة في كل المجالات اقتصادية، سياسية، أمنية، طبية، أخلاقية، تربوية، اجتماعية ما شيء تتعبر يقول الطباطباء هكذا تعبير دقيق جدا أود أن أقرأه بنصه يقول منذ توطن الإنسان الأرض وهكذا أيضا صحيح أن تقرأ منذ توطن الإنسان الأرض كان في قلبه رجاء حياة سعيدة كان في داخله، في قلبه، في جوانحه، في نفسه رجاء حياة سعيدة منذ توطن الأرض منذ سكن الأرض ومريحة وعادلة بوجود من يوفر له ذلك بوجود من يوفر له هذه الحياة السعيدة المرفهة العادلة المريحة شوفوا لتفتوا لهذا التعبير الدقيق واقعا يقول ولولا أن لهذا المرجو اللي هو الحياة السعيدة العادلة المريحة اللي فرص الحياة فيها متكافئة يقول ولولا أن لهذا المرجو تحققا في الخارج لم ينتقش رجاؤه في ذهنه إذن المسألة مرتبطة بتكوين الإنسان بفطرة الإنسان فطرة الله التي فطر الناس عليها كما يعبر القرآن الكريم ولهذا قلت سنة إلهية ثابتة في حلقتين ماضيتين يقول ولولا أن لهذا المرجو تحققا في الخارج في يوم من الأيام لم ينتقش رجاؤه في ذهنه صحيح شنو الدليل على ذلك سيدنا أو أعطينا مثال على ذلك يقول كما أنه لو لم يخلق له غذاء لا يحس بالجوع كمسألة فطرية واقعية تكوينية مرتبطة بتكوين الإنسان لو لم يخلق الله تعالى الغذاء للإنسان الإنسان ما يحس بالجوع لكن بما أن الله خلق له الغذاء أحس بالجوع بما أن الإنسان أول ما جاء إلى الأرض انتقش في قلبه وفي نفسه وفي تكوينه أن في يوم من الأيام الأرض ستمتل قصطا وعدلة كما في الروايات الشريفة اللي موجودة عند الشيعة والسنة كما ملئ الظلما وجورا وستكون الحياة عادلة آمنة مريحة في رخاء في رحمة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ولفتحنا عليهم كما يعبر القرآن الكريم لو لم يكن لهذا الأمر تحققا في الخارج لما انتقش في قلبه وفي ذهنه وفي نفسه مثاله يقول لو لم يخلق الله للإنسان غذاء لا يحس بالجوع ولو لم يخلق الماء أو ولو لم يخلق الماء لم يجعل له العطش ولهذا سيأتي يوم تمتلئ فيه الأرض قصطا وعدلة كما ملئت ظلما وجورا إذن قضية فكرة المصلحة اللي سيحكم الأرض ومن عليها قضية عالمية مرتبطة بتكوين الإنسان بفطرة الإنسان بنفس الإنسان سنة إلهية ثابتة كما بينا في السابق إضافة إلى ذلك هي مسألة شرائعية يعني مو أول من بشر بها الإسلام وبينها الإسلام وبين بعض فصولها الإسلام أبدا وإنما الأنبياء بشروا بالإمام المهدي وأنه سيحقق حلم الأنبياء عليه السلام وسيحكم الأرض ومن عليها بسم الله الواحد القهار وهذا ما أراده الأنبياء عليهم السلام من آدم إلى الخاتم والأئمة عليهم السلام من علي إلى الإمام المهدي وقبل ذلك أوصياء الأنبياء هذا ما أرادوا أن تتحقق هذه الأمنية وسيحققها إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريط مقصودي أقول إذن هي شرائعية أيضا فانتظرونا وابقوا معنا وتابعونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته